ضربات طيران التحالف تتواصل للقضاء على المتطرفين في كل من سوريا والعراق وتزداد كثافتها يوما تلو الآخر آخرها كان الإعلان عن 55 ضربة جوية شنها الطيران الأمريكي منها 27 ضربة في سوريا و28 ضربة في العراق واستهدفت عشرات العربات والقواعد التابعة للمتطرفين خلال الأيام الأربعة الماضية بحسب الجيش الأمريكي الضربات الأخيرة استخدمت فيها المقاتلات والطائرات من دون طيار أصابت متطرفين يحاصرون بلدة عين العرب كوباني ومقر التنظيم في مدينة الرقة السورية كما تم تدمير دبابات ومقرا للتنظيم خلال الهجمات وبالتوازي مع الضربات ضد المتطرفين كان لمجموعة خراسان التي تضم عددا من مقاتل القاعدة قرب حلب نصيب من الهجمات ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في تلك الغارات أما في العراق فقد أصابت الغارات الجوية قواعد للمتطرفين قرب الموصل وهيت وتلعفر وتكريت والرمادي كما أعلن مسؤولون عراقيون عن مقتل ستة عشر عنصرا من حرس الحدود بينهم ضابط في هجوم لمتطرفين على مقرتهم القريبة من الحدود العراقية السورية غرب البلاد تتزامن الضربات الأمريكية ضد المتطرفين في العراق مع توجه أمريكي لتسليح وتدريب أبناء العشائر السنية للمساعدة في التصدي للمتطرفين ترجمة نانسي قنقر